اختتمت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية دورتها التدريبية والتي كانت تحت شعار الجرائم الإلكترونية وعلاقتها بقضايا الاتجار بالبشر والتي نظمت للعملين في وزارة الداخلية واستمرت لمدة خمسة أيام المتدربون تلقوا أيضا خلال الدورة العديد من المعلومات في شأن الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وطرقها ووسائلها المختلفة إلى جانب الأساليب التي يلجأ إليها مرتكب تلك الجرائم وكيفية محاربتها إلى التفاصيل في ظل حرص وزارة الداخلية على التعاون البناء مع المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان اختتمت دورة محاربة الجرائم الإلكترونية وعلاقتها بقضايا الاتجار بالأشهاص هناك تعاون وثيق بيننا وبين بعض المنظمات الدولية منظمة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للشؤول للجين وأيضا المنظمة الدولية للهجرة الآن ونحن نعمل على تدريب القائمين على انفاذ القانون وذلك بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الزراء وزير الداخلية وأيضا بمتابعة حثيثها من سعادة وكيل وزارة الداخلية الفرنق سلمان الفهد الفهد بضيور التلقين ضباط الدوازات الداخلية والضباط الغائمين على انفاذ القانون فيما يتعلق في هذه الدورة التدريبية هي نقلة نوعية للدورات التدريبية التي تم عقدها مسبقا وهذه الدورة حقيقة نتضمن الجرائم الإلكترونية للتعلق في هذه القضية ونطمح إلى عقد المزيد من الدورات حتى نواكب جميع التطورات الإقليمية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان خطوات هامة وغير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص للحفاظ على الكرامة الإنسانية وتأكيدا على ما أجمع عليه العالم من اختيار سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني ليضع الجميع أمام مواصلة العطاء في هذا المجال هذا المشروع يعتبر رقم 14 مع وزارة الداخلية لاستهدف الاستثمار في العنصر البشري للعناصر الوطنية والكوادر متسبي وزارة الداخلية المفتخر فيهم حقيقة وبتجربتنا معهم لأنه هذا رح ينعكس بإذن الله إيجابا على كافة شرائح المجتمع وهو يؤكد حرص دولة الكويت بكافة أجهزتها المعنية بمكافحة هذه الجريمة التي تعتبر الجريمة الثالثة على مستوى العالم الدورة تهدف إلى الإطلاع على القوانين والتشريعات والآليات الحديثة في هذا المجال وتعمل على تعزيز موقف الكويت وعلاقتها مع تلك المنظمات وسيكون له بالغ الأثر في الترتيب العالمي للكويت في مجال حقوق الإنسان تلال أبو الحسن تلفزيون دولة الكويت